قلق وانزعاج وبيان من رئاسة ما يسمى برئاسة الجمهورية وكادوا أن يسطون عليه كما يقال تبون ومن معه ومن خلف جنرالاتو انزعجوا بشدة مما قاله أردوغان يوم الجمعة أي أمس في خطاب الله ومن بينما قالوا أن تبون قال له من أن فرنسا تسببت في قتل خمسة ملايين من الجزائريين مجازر وطبعا أردوغان بالنسبة إليه وهو الذي في معركة مستمرة مع الفرنسيين خاصة حول ما يعرف بقضية المجازر الأرمن التي تقول فرنسا وبعض الدول وبعض الكتاب من أن الأتراك هم التي قاموا بها في بداية القرن العشرين فبالنسبة إليه هذا موضوع مهم لأنه يعتبر أن فرنسا التي تدافع على الأرمن في قضية يعتبرها الأتراك أنها غير صحيحة وغير دقيقة وإنما كانت هناك مجازر متبادلة أو قتل متبادل بين الأتراك والأرمن بينما في الجزائر فإن فرنسا أقدمت على مجازرها بشكل فضيع وتقريبا بدون مقابل أو دون مواجهة حقيقية دون مواجهة تقريبا متقاربة إذن قامت القيامة في جماعة الرئاسة وأصدروا بيان وقالوا أن هذا موضوع كذا وكذا طبعا الكثيرين ممن تابعوا أو يتابعون الإعلام وخاصة السوشيال ميديا استمعوا إلى هذه الردود شعروا بقلق شديد كان المفروض لو كان هناك عقل يفكر ولو كان لدينا حكام حقيقيين ما نقولش نابعين برحم الشعب فقط لديهم حد أدنى من الإخلاص للوطن لكان بالعكس ما قاله أردوغان يستطيعون استخدامه لمصلحتهم هذا رئيس دولة أخرى يتكلم عن مجازة حقيقية وقعت في الجزائر ومسؤولي الجزائر لا يتكلمون عن ذلك لا يتحدثون عن ذلك يخشون فرنسا في ذلك بينما عندما قاله أردوغان كان ممكن يقال مثلا أن ما قاله أردوغان يعني أردوغان أساسا ونحن سنصرح في الوقت المناسب في هذا الموضوع مثلا على سبيل المثال أو يقال أن ما قاله أردوغان صحيح والحقيقة أن هناك حتى كتاب فرنسيين يتحدثون عن عدة ملايين بعض المؤرخين يتحدثون عن حدود ثلاثة إلى أربعة مليون وهناك من يقول أن ربما وصل العدد إلى ستة أو ثمانية ملايين والحقيقة أن هناك شهادات مرعبة من كتبها ضباط فرنسيون ليس فقط المؤرخون ربما الذين درسوا الحالات بعد عشرة سنين أو مئة سنة أو لا لا الناس الذين قاموا بالمجازر وبالقتل كتبوا شهادات ورسائل وأحيانا كتب من بين هؤلاء يعني كتابات منطنياك منطنياك وشهادات مرعبة من بين شهادات منطنياك أنه يقول علينا كان هذا بعد حوال عشرين سنة من الاحتلال علينا بقتل كل الجزائريين الذين يزيد عمرهم عن خمسة عشر سنة كل الرجال كل الذكور كل الرجال اللي يزيد عمرهم خمسة عشر سنة علينا بقتلهم هذه موجودة في شهاداته منطنياك نفسه يروي قصص مرعبة عن الجرائم التي أرتكبها وأعتقد أنه إذا كان ذكرتي جيدة وربما كنت ذكرت هذا قبل سنوات منطنياك كان يقول من أنه أي واحد تابع له يأتيه بجزائري أسير أنا ذكره يسموه بعربي كل الجزائريين يطلق عليهم عربي بعربي أسير فأني أضربه ضربات شديدة يعاقب بضربات شديدة بالسيف بظاهر السيف على بطنه يعاقب بشدة قال كان يطلب منهم الاكتفاء لكي يثبتوا أنهم قتلوا العرب قتلوا الجزائريين أن يأتوه بالأذنين قطع الأذنين الحقيقة أن هناك عشرات الكتب وهناك مئات الشهادات والرسائل للفرنسيين أنفسهم سواء كانوا مؤرخين أو ضباط وخاصة ضباط المرحلة بل حتى فيما بعد مثلا قاتل عربي بن مهيدي الجنيرال أوساريس يعترف قبل سنوات قبل أن يخبر قبل أن يهلك بالتعذيب وبأنه هو الذي عذب وأمر بتعذيب العربي بن مهيدي حتى الموت وقال أنه ليس نادم عن ذلك وهناك شهادات لكثيرين من الضبار إذن كان ممكن لتبون ولمن معاه لو كان لديهم حد أدنى من فهم إدارة الدولة بل أقول إدارة دائرة أو ولاية أو بلدية أن يخترموا الفرصة هذه التي جاءتهم من طرف رئيس أجنبي تحدث عن القضية لكنهم تملكهم الرعب كون أردوغان قال أن تبون قال لا فقد تملكهم الرعب ولماذا يتملكهم الرعب لأنهم نظام غير شرعي وغير شعبي ولأن هناك ثورة شعبية قائمة ضدهم ولأنهم يعتمدون على فرنسا أساسا لكي يستمر هذه العصادة يعرفون جيدا بأن إذا لم يكن هناك دعم فرنسي فسلن يكن هناك دعم غربي والجماعة الحاكمة تعتمد أساسا على الدعم الغربي وعلى رأس الدعم الفرنسي إذن بالنسبة لهم أردوغان دالهم مشكلة دالهم قلق دالهم إزعاج مع من؟ مع الراعي الحقيقي مع صاحب الوكال الرئيسي مع المدافع أو المناصر الأول لهذه العصادة والذي يريد أن تظل تحكم كما كانت فرنسا تحكم ربما تونس والمغرب قبل حوالي مئة سنة باسم البروتوكتورا باسم الحماية نحن اليوم في حالة حماية الاستعمار يحمي الجماعة الحاكمة العصابة الحاكمة من شعبه والدليل يعرفون أن الانتخابات كانت مزيفة ومزورة ويعرفون أن هناك شعب ينتفذ منذ ما يقارب السنة أم سمرة الجمعة الخمسين يعرفون كل هذا ويعرفون أنها ثورة سلمية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية ربما مع ذلك يلتقي تبون ماكرون في برلين ويأتي لودريون إلى الجزائر البعض يومين من ذلك ويتبادلون التهاني والضحكات والقهقهات سواء في لقاءات مباشرة أو عبر المكالمات لذلك ما قاله أردوغان وهو حقيقي ولم يقل في الحقيقة أردوغان إلا عنوان لأن المآسي المآسي التي ارتكبت المجازر التي ارتكبتها التدمير الذي ارتكبته فرنسا في الجزائر تشيب منه الولدان ولم يذكر منه حتى الآن بالرغم كل هذه الشهادات تع المؤرخين الفرنسيين بشكل أساسي والضباط الفرنسيين لم يذكر إلا القليل والقليل جدا هناك أرشيف مرعب لدى الفرنسيين حول ما قاموا به لذلك في الحقيقة ما قاله أردوغان ما هو إلا قطرة من بحر عودوا إلى قراءات ما كتبوا كابينياك وبيليسي ومونتانياك وكل هؤلاء إما ما كتبوا أو ما كتب عنهم عودوا لترون بل أن فرنسا وصلت في واحدة من لحظات الاحتقار الكبرى وصلت إلى تمجيد الاستعمار في قانون عورفة بقانون 23 فبراير 2005 قانون تمجيد الاستعمار اشتركوا في القناة